صوت مجلس أعضاء الشركة ADF الفرنسية للطاقة لصالح مشروع إنشاء محطة هنكلي بوينت النووية في المملكة المتحدة التصويت جاء بأغلبية عشرة أصوات مقابل سبعة أصوات ضد المشروع تكلفة إنشاء المحطة قدرت بـ 18 مليار جنيه سترليني وستكون أول محطة نووية جديدة سيتم بناؤها في المملكة المتحدة منذ عشرين عاماً في هنكلي بوينت سومرسيد جنوب بريطانيا يشار إلى أن المفاعل النووي الجديد سيستخدم في توليد الطاقة لنحو 6 ملايين منزل كما سيضيف 25 ألف وظيفة جديدة في بريطانيا من جهة أخرى حذر نقاط هذا المشروع الضخم من الأضرار البيئية التي يمكن أن يتسبب بها هذا المفاعل